بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضر الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا باللفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل برئي منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفوانكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعيكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتنئون الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أرسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يغفرهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تنخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تنخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تمدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتين أو آبائهن أو آباء بعونتين أو أبنائهن أو أبلاء بعونتين أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظاروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا بتياتكم على البغاء ولا تكرهوا بتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويغنب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كبروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الضمان ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه والله سريع حساب أو تظلمات في بحر لجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح لوما في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصربه عمن يشاء يكاد سنا برغي يناب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بضنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتونى فريقهم من أمهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم عرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضون أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل عنائك هو الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هو المفلحون ومن يطي الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أجمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طارة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإذ تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لي لا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كبروا موجزين في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ولباس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت أجمانكم ليستعذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحنم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم نطوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عميم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحنم فليستعذنوا كما استعذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عميم حكيم والقواعد من النسا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفهن خير لهمن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأرج حرج ولا على المرين حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمابكم أو بيوت أماباتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح تأكلوا جميعا أو أشتهاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يمين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمل جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فثنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إيه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر